بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبنائي وبناتي طالبة وطالبات الثف الثامن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية والدرس الثاني من الوحدة الخامسة بعنوان التوسعات العثمانية في البلاد العربية الجزء الأول أهداف الدرس عزيز الطالب في نهاية درس اليوم ينبغي عليك أن تكون قادرا على أولا أن توضح أوضاع المنطقة العربية قبل الوجود العثماني ثانيا أن تصنف دوافع الدولة العثمانية للتوجه نحو البلاد العربية التوسعات العثمانية في البلاد العربية أعزائي الطلاب لقد حققت الدولة العثمانية انتصارات كبيرة في المناطق التي وصلت إليها وتوسعت خارجيا في قرات العالم الثلاث قارة آسيا وقارة إفريقيا وقارة أوروبا وذلك لعدة عوامل سبق لك دراستها في الدرس الصابق أحبائي من خلال الخريطة التي أمامنا نجد أن العثمانيون توسعوا في آسيا فاستطاعوا أن يضموا العراق وأسيا الصغرى وبلاد الشام وأيضا منطقة الحجاز أما إذا نظرنا إلى قارة إفريقيا فنجد أنهم سيطروا على مصر وساحل البحر الأحمر والشمال الإفريقي وأيضا دول المغرب العربي وفي أوروبا أيضا وصلوا إلى بلاد البلقان وجنوب أوروبا والمجر حتى أنهم وصلوا إلى فين عاصمة النمسا ولا ننسى عزيز الطالب أن معظم هذه التوسعات كانت في عصر القوة للدولة العثمانية والآن هيا بنا نتذكر عوامل تطور وتوسع الدولة العثمانية من يتذكر هذه العوامل؟ أحسنتم أولا وجود السلاطين الأقوياء أمثال السلطان محمد الفاتح والسلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني ثانيا قوة الجيش الانكشاري الذي أنشأه السلطان أرخان وذكرنا فيما سبق أن فئة الانكشارية كانت هي أقوى الفرق في تكوين الجيش العثماني ثالثا التنظيم السياسي والعسكري القوي في الدولة العثمانية كان أحد أسباب التطور والتوسع رابعا الإمكانات المادية والمعنوية في الدولة العثمانية من أراضي شاسعة وأموال وتجهيزات ورغبة في نشر الإسلام ورغبة في التوسع خامسا رغبة كثير من سلاطين الدولة العثمانية في نشر الإسلام وفتح مناطق جديدة أخيرا ضعف الدولة البيزنطية ساهم بشكل كبير في تطور وتوسع الدولة العثمانية والآن أجب عن النشاط التالي في الكتاب المدرسي صفحة 122 أولا ما أهم تلك العوامل التي ساعدت الدولة العثمانية على التوسع والتطور من يجيب حسنت؟ نعم أولا الرغبة في نشر الإسلام وجود السلاطين الأقوياء الإمكانيات المادية والمعنوية قوة الجيش الانكشاري التنظيم السياسي والعسكري ضعف الدولة البيزنطية ثانيا من السلطان العثماني الذي قاد جيوشه نحو بلاد المشرق العربي الإسلامي؟ بارك الله فيك نعم هو السلطان سليم الأول ضم الدولة العثمانية للبلاد العربية أعزاء الطلاب نجحت الدولة العثمانية نتيجة لهذه العوامل في ضم البلاد العربية إليها في أوائل القرن السادس عشر الميلادي واستمر الوجود العثماني بها قرابة أربعة قرون حتى سقطت المنطقة العربية في يد الاحتلال الأجنبي أو ما يعرف بحركة الاستعمار الغربي سواء كان الاستعمار الفرنسي أو الاستعمار البريطاني بل سقطت الدولة العثمانية نفسها عام 1924 من الميلاد بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى ومنذ ذلك التاريخ تم إلغاء الخلافة العثمانية وتحولت إلى النظام الجمهوري التدريب الأول عزيز الطالب اختر الإجابة الصحيحة للعبارة التالية اتجهت الدولة العثمانية نحو البلاد العربية في القرن الميلادي الخامس عشر أم السادس عشر أم السابع عشر أم الثامن عشر أحسنتم نعم في القرن السادس عشر أي منذ بدايات حكم السلطان السليم الأول تعالوا بنا نتعرف أولا على أوضاع المنطقة العربية قبل الوجود العثماني بها أحبائي تعرضت المنطقة العربية والإسلامية قبل وجود العثمانيين إلى مجموعة من الظروف حيث قدمت إليها عدة قوى سياسية واستقرت بها وسيطرت على مقاليد الحكم في المنطقة عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي صفحة 122 لنتعرف على القوى السياسية في المنطقة العربية قبل وصول العثمانيين نجد أعزائي الطلاب أن في فترة وصول العثمانيين إلى منطقة البلاد العربية أو المنطقة العربية كان هناك عدة قوى سياسية مثل الصفويون والحفصيون وبنوزيان وبنو مارين والمماليك والنوبيون ما القوى السياسية التي نافست العثمانيين في المنطقة العربية أحسنتم؟ نعم الصفويون في بلاد العراق وبلاد فارس المماليك في مصف وبلاد الشام الحفصيون في تونس وشرق الجزائر بنو زيان في غرب الجزائر بنو مارين في بلاد المغرب العربي والنوبيون في المنطقة الواقعة في جنوب مصر أحبائي الحفصيون هم سلالة من البربر حكمت تونس في شرق الجزائر وترابلس في الفترة ما بين عام 1229 حتى 1574 من الميلاد أما بنو زيان فهم سلالة بربرية حكمت في غرب الجزائر ما بين عام 1236 حتى 1554 من الميلاد وكانت عاصمتهم مدينة تلمسان أما بنو مارين فهم سلالة بربرية أيضا تولت الحكم في بلاد المغرب العربي في الفترة ما بين عام 1244 حتى 1465 وكانت عاصمتهم مدينة فاس والآن افتح كتابك المدرسي صفحة 123 لنجيب على السؤال الموجود لاحظ عزيزي الطالب الخريطة الموجودة أمامك بشكل رقم واحد واستخرج ما يلي أولا مناطق نفوذ الصفويين أين تمركز حكم الصفويون في الخريطة؟ أحسنت؟ نعم في بلاد العراق وبلاد فارس ما تعرف بإيران حاليا ثانيا حدد امتداد دولة الممالك أحسنتم؟ في مصر ومنطقة الحجاز أيضا اذكر الممالك القائمة في بلاد المغرب العربي نعم هم الحفصيون وبنو زيان وبنو مارين ثانيا هيا بنا نتعرف على دوافع العثمانيين للتوجه نحو البلاد العربية أعزاء الطلاب كان هناك عدة أسباب أو عدة دوافع دفعت العثمانيين أن يتوجهوا بفتوحاتهم وتوسعاتهم نحو المنطقة العربية وهي كالتالي أولا الدوافع الدينية ثانيا الدوافع السياسية ثالثا الدوافع الاقتصادية أولا الدوافع الدينية ألف الرغبة في زعامة العالم الإسلامي والحصول على لقب الخلافة فقد كان الحصول على لقب الخلافة وزعامة المسلمين حلما يراود كثيرا من الصلاطين الدولة العثمانية ثانيا حماية المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة من الخطر الإسباني والبرتغالي الذي بدأ ينتشر في هذه المنطقة الدوافع السياسية أولا استقبال المماليك للمتمردين والخارجين على الدولة العثمانية وكان هذا السبب أعزاء الطلاب هو السبب الرئيسي في سوء العلاقة والتوتر ما بين الدولة العثمانية ودولة المماليك ثانيا ضعف دولة المماليك سياسيا خاصة بعد هزيمتهم أمام البرتغال مما دفع العثمانيين بالتوجه نحو المنطقة العربية لملاقات البرتغاليين والوقوف أمامهم كحائط صد ضد سيطرتهم على الأماكن المقدسة أما عن الدوافع الاقتصادية للتوثعات العثمانية في المنطقة العربية فكانت كالتالي أولا رغبة العثمانيين في السيطرة على طرق التجارة سواء كانت البرية أو البحرية في المنطقة العربية خاصة في بلاد الشام ومصر ثانيا وجود الأراضي الزراعية الخصبة في مصر وبلاد الشام التدريب الثاني ما الدوافع الاقتصادية للتوثعات العثمانية في البلاد العربية؟ أحسنتم؟ نعم رغبة العثمانيين في السيطرة على طرق التجارة في المنطقة العربية ووجود الأراضي الزراعية الخصبة في مصر وبلاد الشام عزيز الطالب افتح كتابك المدرسي لنجيب على السؤال بصفحة 123 من خلال ما سبق حلل الأخطار التي هددت المقدسات الإسلامية أحسنتم؟ نعم الخطر الإسباني والخطر البرتغالي ثانيا ما أسباب سوء العلاقة بين الدولة العثمانية ودولة المماليك؟ بارك الله فيك نعم استقبال المماليك للمتمردين الخارجين على الدولة العثمانية ثالثا ما أهمية بلاد الشام ومصر بالنسبة للدولة العثمانية؟ أحسنتم؟ نعم هي مهمة من ناحية الطرق التجارية ووجود الأراضي الزراعية الخصبة ملخص درس اليوم نجحت الدولة العثمانية في ضم البلاد العربية إليها منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي وكانت المنطقة العربية تخضع لعدة قوى سياسية قبل وصول العثمانيين إليها مثل الصفويين والمماليك وكانت هناك عدة دوافع للعثمانيين لضم البلاد العربية منها الدوافع الدينية والسياسية والاقتصادية أما عن الدوافع الدينية فتمثلت في الرغبة في زعامة العالم الإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية من الخطر البرتغالي والإسباني أما عن الدوافع السياسية فتمثلت في استقبال المماليك للمتمردين والخارجين على الدولة العثمانية وضعف دولة المماليك سياسيا واقتصاديا أما الدوافع الاقتصادية فكانت الرغبة في السيطرة على طرق التجارة ووجود الأراضي الزراعية القصبة في مصر وبلاد الشام أعزائي الطلاب من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم وفقكم الله تعالى وإلى لقاء آخر في درس جديد إن شاء الله